رئيس السيسي يوجهه بتكامل جهود وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بوتن يقول أن ترشح السويد وفنلندا لعضوية النيتو لا يهدد روسيا لكنه سيدفعها للرد تواصل عمليات الفرز بالانتخابات النيابية في لبنان ووزير الداخلية يتوقع تأخر إعلان النتائج النهائية السادسة مساء بالقاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط الدولة في مجال الانتاج الزراعي لتحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز انتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز الساعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين ولمزيد من المتبعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفين دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بعد التحية دكتور أشرف اجتماع مهم لرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزيري الزراعة والتجارة والصناعة وتوجيه مباشر من الرئيس بتحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية للقطاع الزراعي كيف ترى هذا التوجيه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام في الواقع هذا توكيه في غاية الأهمية ويأتي في سياق اجتماعات المتابعة الدائمة للرئيس لأداء القطاع الزراعي في مصر ولذلك أهمية كبيرة في ضوء الأزمة الأخيرة عالمية الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية حيث تتزايد أهمية اعتبرات الأمن الغذائي بشكل كبير ويأتي ذلك بقلب اهتمامات القيادة السياسية ويعني يتم العمل في مصر بإطار محورين رئيسيين في هذا السياق المحور الأول هو التنمية الرئيسية من خلال زيادة انتاجية البدان من مختلف الحاصلات التي اتبعت في مصر بشكل كبير من خلال أداء مختلف المراكز البحثية وفي قلبها مركز البخص الزراعية والمحور الثاني هي المشروعات القوية الزراعية الكبرى التي يتبعها الرئيس بنفسه دائما والتي تجتمل على مشروع المليون ونصف الدان ومشروع الدلتة الجديدة الذي يضم مشروع مستقبل مصر قدّن عن مشروع تنمية سناء الحبيبة ذلك يأتي بغاية الأهمية لتحقيق أهداف محددة لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 ويأتي على في مخدمتها تحقيق الأمن الغذائي والعمل على رفع نصف اكتفاء الذاتي من خاطئة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح بالإضافة للدورة الشامية والمحاصيل الزيتية والبقول وغير ذلك من المحاصيل نعم دكتور أشرف دكتور أشرف الرئيس عبد الفتاح سيسي أكد خلال الاجتماع اليوم أيضا على أهمية التعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمؤتجات الزراعية المصرية محليا وأيضا دوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات تأداة الصلاة كيف يمكن للدولة تحقيق هذه الأهداف؟ يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال آليات محددة على سبيل المثال بالنسبة لهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية يعني هي قصة نجاح هذا العام بكل المقاييز خمسة ستة من عشرة مليون طن خلال عام 2021-2022 وتمكنت مصر نحتها المرتبة الأولى في تصديق البرتقال عالميا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة من ضمن الآليات تحقيق ذلك الهدف نظام التتبع للمحاصيل الزراعية بتتبع المصاري المنتجات الزراعية بدءا من المنزرعة وصولا إلى نائدة المستالف ودور كبير للحجر الزراعي ودور كبير لمختلف المعاهد التابعة لمركز البقصة الزراعية ثقافة الجودة هي كلمة السر الولوجي لأسواق العملمية أما بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي فذلك يتم من خلال تطوير الأصناف المختلفة بحيث يكون هناك أصناف تتحمل الإجهاد البيئي ومرتفعة الإنتاجية في نفس الوقت وتتحمل مختلف الزروف الجوية بضلا عن تطوير المعاملات الزراعية بضلا عن دور الإرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا من المراكز البحثية إلى المزارع دور كبير لمزارة الزراعة ومراكزها البحثية بهذا السبع أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي شكرا جزيلا لك أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مجددا على تعامل كافة أجهزات الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدي جديدة على الأراضي حفاظا على حقوق الدولة وخلال اجتماع المتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء شدد مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح وصل إلى 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف أكد رئيس مجلس الوزراء موصلة المضي قدما في تعزيز جهود جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجهة المستملة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمنطقة بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أعقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغادية بمنطقة شرق بورسعيد أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بمعادلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير المدينة وشدد مدبولي على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة على مستوى من الجودة وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة وأن تتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري للحفاظ عليها وسدمتها نظامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقفية التاسعة عشر لطلبة جامعة بنسويف بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون مصرين بالخارج شهدت الندوة إلقاء محاضرات عن تقيق الأمن القومي ومحاربة الفكر المتطرف واختمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع وعسف السلام الوطنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 208 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطع السلاح ناري أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدسا و528 فرد محل الصنع وكمية من الطرقات مختلفة العيرة و85 خزينة إضافة لـ 1140 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428 ألف و96 حكما قضائيا من بينهم 1637 حكم جناية 151 ألفا و786 حكم حبسة 213 ألفا و147 حكم غرامة و61 ألفا وخمسماء وستة وعشرون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوعة وتم كشف أمود 91 حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف واربعة قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 82.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 263.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين تقارب 21.5 كيلو جرام وعدد 26158 قرص مؤثر 91.395 قرصة رمضو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعاء بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 62 طن ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيدة لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجالي عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 312 قضية من بينها 100 قضية لخبز نقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط أربع عشرة قضية بمضبطات أكثر من 192 طن أقماح محلية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو لن يشكل تهديدا في ذاته لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري وقال بوتين خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو أن النيتو بات أداء للسياسة الخارجية للولايات المتحدة اتخذت حكومة السويد قرارا رسميا بالتقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلنطي النيتو متبعة نهج جارتها في فنلندا وعقب نقاش عن السياسة الأمنية في البرلمان قالت رئيسة الوزراء السويدية أن هناك أغلبية واسعة في البرلمان السويدية مؤيدة للانضمام للحلف وأكدت أن الخطوة تعد أفضل شيء للسويد والشعب السويدية قال الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي ستانسلاف زاس أن توسع حلف شمال الأطلنطي سيقود إلى زيادة التوترات بأوروبا وبعد قمة لزعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو قال أن التحالف يواجه تحديات تتعلق بمزيد مما وصفه بعسكرة أوروبا الشرقية أعلنت وزارة الدفاع الروسية التواصل إلى هدنة في مجمع أسفستال الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية لإجلاء الجرح الأوكرانيين وقالت الوزارة أن هناك وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي مع فتح ممر إنساني لنقل الجنود الأوكرانيين الجرحة إلى المؤسسات الطبية في نوفاستوفيسك وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدنة هي نتيجة لمفاوضات مع الأوكرانيين الذين تحصنوا في ممرات تحت الأرض في هذا الموقع الصناعي الضخم أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما للقوات الروسية وتمكنت من استعادة السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا بمنطقة خاركيف الشمالية الشرقية وقالت وزارة الدفاع أن الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقليمي 127 تتابع لقوات خاركيف المسلحة تمكنت من طرد الروس وتمركزت على الحدود من جهته قال حاكم منطقة خاركيف أنه فخور بالجنود الأوكرانيين الذين أعادوا الشارة الحدودية موجها الشكر إلى كل من يناضلون لتحرير بلاده يبدو أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحا آخر وسط عمليات كر وفر بين الجيشين الروسي والأوكراني في مناطق الشرق والشمال أوكرانيا تستعد لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة دونباس في شرق البلاد التي جعلت منها موسكو أولوية في محاولة منها لتحقيق مكاسب ميدانية وأعلنت موسكو أنها دمرت قاذفتي صواريخ من طراز S-300 ونظام رادار في منطقة سومي مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة أوكرانية مسيرة في منطقتي دونسك ولوهانسك وفي ماريوبول في أقصى جنوب دونباس يواصل جيش الروسي القصف على مصنع آزوفستال الذي لا يزال يقاوم في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية لكن القوات الروسية توجه في الشمال مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية التي تشن هجوما مضادا في منطقة خاركيف هاني أكبر مدن البلاد وأعلن حاكم مدينة لفيف في الغرب نجاح القوات الأوكرانية في تدمير صاروخين روسيين من نوع كروز في المدينة التي بقيت بمنأة عن المعارك منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا وتواكد كييف أن قواتها قتلت نحو 20 ألف عسكري روسي منذ بدء المعارك في المقابل أعلنت موسكو في الخامس والعشرين من مارس الماضي أن قواتها قتلت ما لا يقل عن 14 ألف عسكري أوكراني لكن مراقبين كثيرين يرون أن كل الرقمين مبالغ فيه قال منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بارل إنه ليست هناك ضمانة حول اتفاق دولي للاتحاد سريعا على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا وتعارض مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة المجر فرض حضر على النفط الروسي بسبب اعتمادها بشكل كبير عليها كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت حضر النفط الروسي ضمن حزمة سياسية سادسة من العقوبات بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا تنفع حضر الحصوات من زوجانية العقوبات كاخرون الأوروبي بسبب العقوبات حضر المسر من دول الروسي بسبب العقوبات المنسيح نقاط في العقوبات ثم أفران المقاطية دول الرياض الرياضي الأوروبي بسبب عمليات أخطه حذرت المفوضية الأوروبية من التأثير الشديد للأزمة بأوكرانيا على الانتعاشي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا متوقعة ارتفاع الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعا هذا العام وخفضت المفوضية توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7% وزادت توقعات التضخم بمقدار 3.5% إلى 6.1% ذكر البنك المركزي الأوروبي أن ضعف اليورو في أسواق العملات قد يهدد الجهود لتوجيه التضخم نحو الهدف المستهدف هذا العام والمتمثل في استقرار الأسعار وسجل نمو أسعار المستهلكين رقما قياسيا جديدا للشهر الماضي في منطقة اليورو حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% أعلن مكتب الإحصاء للتحدي الألمانية أن أسعار الجملة بألمانيا ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 23.18% على أساس سنوي وهو أكبر ارتفاع خلال عام واحد منذ بدء المسح عام 1962 وبحسب البيانات تسببت الأزمة بأوكرانيا في زيادة أسعار بيع الجملة للمواد الخام والطاقة على وجه الخصوص كذلك أنواع مختلفة من المواد الغدائية أعلن البنك المركزي الإيطالي ارتفعت دين العام للحكومة الإيطالية إلى 2.760 مليار يورو في مارس الماضي مقارنة بنحو تيري لونين و737 مليار يورو في فبراير وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الملكية الأجنبية لديون إيطاليا تراجعت إلى 28.2% في فبراير بعد أن كانت 28.6% في يناير كما تراجعت حيازة الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية بوقع 4 مليارات و220 ألف مليون يورو لتصل إلى 670 مليار و770 مليون يورو في فبراير مشاهدين للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد دكتور ماجد عبد العظيم يعني دكتور ماجد بعد التحية المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع الأسعار بأوروبا وسط زيادة معادلة التضخم يعني برأيك ما هي الخطوات التي تتخذها أوروبا لمواجهة تلك الأزمة دكتور ماجد نعم يعني المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع الأسعار بأوروبا وسط زيادة معادلة التضخم برأي حضرتك ما هي الخطوات التي تتخذها أوروبا لمواجهة تلك الأزمة أولاً مساء الخيري فهذا بحية حديثيك وكذا المشاهدين أهلاً بحضرتك لشك أن العالم كله بيمر بموجة كبيرة من التضخم اللي حاصل أن ارتفاع مستويات الأسعار والأحداث السياسية اللي حصلة ما بين أوكرانيا ما بين روسيا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى زايد الطلب العالمي مع سابق توقف ثلاث الإمداد في جائحة كورونا فبقى فيه طلب متراكم اللي حاصل في أوروبا في الفترة الحالية وبرتو في أمريكا هو زيادة متولية في مستوى الأسعار معدلات من التضخم غير مسبوقة زي ما شفنا البنك الفيدرالي زود السيدة بخمسين نقطة بمعادل نصف المية وقبلها كان زود خمسة وعشرين بمعادل ربع وربع في الفترة الأخيرة انتصاص السيولة هو الهدف اللي حاصل في الأسواق لأن ارتفاع الأسعار بيكون إما ناتج من جانب التضخم يعني بيكون ناتج إما من جانب العرض أو من جانب الطلب من جانب الطلب مع زيادة السيولة بيزيد إقبال الناس على الشراء وبالتالي بيزيد معدلات التضخم فبيتم رفع شعر الفائدة على أساس أن يتم امتصاص السيولة الموجودة في المجتمع وده اللي لجأت إليه معظم البنوك المكتازية في أوروبا وفي أمريكا وأيضا في دول عربية النقطة الثانية ممكن يكون التضخم من جانب العرض بسبب ارتفاع تكلفة الخمات وارتفاع تكلفة الإنتاج واللي حاصل الوقت في العالم بشكل كبير جدا ارتفاع موجود التضخم الأخطر منه هو ما يسمى بيه الركود التضخمي أو الاستاكسليشن الاستاكسليشن بمعنى يوجد تضخم وركود في نفس الوقت وهذا هو ما يكون له أثار سلبية على اقتصاديات الدول لا شك أن اللي حاصل في الفترة الحالية خل كثير من البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة لانتصاص السيول الفائدة في المجتمع وأيضا ما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية التي تتبعها الدول في معالجة مثل هذه الحالات نعم لحدتك ذكرت أيضا نقطة هامة دكتور ماجد يعني التوقعات الاقتصادية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تزداد سوءا مع اجتداد أزمة الطاقة لذلك نرى الآن ارتفاع قياسي في أسعار الجملة بألمانيا ودول أخرى هل هناك انفراجة أو أمل في إيجاب حل للأزمات الاقتصادية المتتالية؟ لا شك أن التوقعات لا يمكن أن تكون دقيقة لأن ما يحدث التغيرات أو الأحداث الجيوسياسية الحادثة على مستوى العالم بتخلي أن الرؤية ضبابية بمعنى أنه لا يمكن التكهن أو التوقع بشكل مؤكد ما هي توجهات أو ما هي اتجاهات التضخم أو ما هي حتى اتجاهات تسوية الموقف في ما هو حادث ما بين روسيا أو أوكرانيا لأن العالم أصبح كقرية واحدة فما يحدث في الشمال يؤثر فيه الجنوب وما يحدث في الشرق يؤثر فيه الغرب وبالتالي يصعب التكهن ولكن كل الدول في هذه الفترة تأخذ فيه احتياطات ونرى ما نراه الآن من زيادة الاحتياطيات من الذهب لأن تدبذب أسعار العملات وما يؤدي إليه الأحداث السياسية والحروب يؤدي إلى زيادة تحوص الدول بزيادة رصيبها من الذهب أيضا مزيد من الإجراءات الانكماشية أو التقشفية كما تسمى مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية لأن الرؤية الغير واضحة تؤدي إلى مزيد من الحذر وهذا هو ما نراه على مستوى العالم في الفترة الحالية كنت معنا عبر الهاتف أستاذ اقتصاد دكتور ماجد عبد العظيم شكرا جزيلا قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي بعد قرار الهند حضر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيلة وأعلنت الهند الثاني أكبر منتج للقمح في العالم حضر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتجها جراء موجات الحر الشديد وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا إضافة إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرينيا سجل الاقتصاد الصيني تراجعا حادا في نشاط البيع بالتجزئة والمصانع بأبريل الماضي بنسبة 11.1% ليكون الأسوأ منذ مارس 2020 وأعرب المكتب الوطني للإحصاء الصيني أنه يتوقع تحسن الاقتصاد بنهاية مايو مع استئناف الإنتاج في المناطق المتضررة من فيروس كورونا القوى الصناعية الكبرى لا تزال تقاوم ويلات أقسى موجات التضخم العالمي الصين سجلت انخفاضا حادا في نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في أبريل الماضي متاثرة أيضا في ذلك بعمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة فيروس كورونا حيث التزم العمال والمستهلكون منازلهم وتعطلت سلاسل التوريد بشدة مما ألقى بظلال قائمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيانات المكتب الوطني للإحصاء أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 11.1% عن العام السابق في أكبر انكماش منذ مارس من عام 2020 وهو تراجع أكثر حدة مما كان متوقعا وهبط إنتاج المصانع 2.9% عن العام السابق ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير 2020 إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع السلطات الصينية كانت قد نفذت إغلاقات واسعة في المراكز الرئيسية في أنحاء البلاد في شهري مارس وأبريل بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اقتضاغا بالسكان مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين أرقام وبيانات دفعت مراقبين للتشاؤم حيال إمكانية تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5% خاصة مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كوبيد 19 أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتأخر مشيرا لأنه تم الإعلان عن 49 مقعدا حتى الآن وزعين على سبع دوائر انتخابية على أن تصدر باقي النتائج تبعا وأوضح مولوي أن نسبة الاقتراع في الداخل والخارج كانت جيدة وليست منخفضة مشيرا إلى أن الحديث عن فقدان صناديق اقتراع غير صحيح النتائج اللي كانت عم تطلع على وسائل الإعلام هي النتائج كانت مبدئية منة نهائية لأنه تصبح النتيجة نهائية بعد تأكيدها من قبل القاضي ثم بعد توسيقها من قبل لجنة العليا وبعدين بتصلى عنها لأنه النتائج الأولية الموجودة في المحاضر تبقى أولية لحين البت بها ثم البت بالاعتراضات ثم البت بالأوراق التي يعتبرها رئيس القلم باطلة أو غير صحيحة من قبل القاضي لاحتسابها أو لعدم احتسابها تطبيقا للقانون نحن ما منتدخل بعملية الفرز نحن من أمن سليمتها إنما الأرارات التي تتخذ بأثناء عملية الفرز بتعود للقضاء تابع رئيس مجلس الوزراء اللبنانية نجيب مقاتي مجريات فرز الأصوات الانتخابات مع وزيري الداخلية والبلديات والعدل وأبدى ميقاتي ارتياحه لمصار اليوم الانتخابي الطويل مؤكدا أن الحكومة نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي وشدد على أن بعض الشوائب وتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل مضيفة أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة وأكدت فرانسكا أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها جاء كاستجابة أولى لتطلعات اللبنانيين مشيرة إلى أنه ما زال هناك العديد من التحديات وفي مقدمتها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة شدد الرئيس العراقي برهم مأصالح على ضرورة ضمان عدم إفلات المتورطين بجرائم داعش من العدالة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإبادة الجماعية ذكر بيان للرئاسة العراقية بأن اللقاء شهدت تأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبها في العراق قال رئيس الوزراء العراقية مصطفى الكاظمي إن الاستراتيجية التي تم وضعها لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية نجحت في التغلب على التحديات وأضاف الكاظمي في تصريحات له خلال ترأسه اجتماعا لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية أنه يجب الاستمرار في الزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع العراق اقتصادياً ومواصلة السعي نحو تحقيق المزيد قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية معلنة حالة الإنذار القصوى جراء عصفة ترابية في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة تسجيلة الفي حالة اختناق بسبب العصفة الترابية ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان وخاصة الذين يعانون من ربو وعجز القلب رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرانبرغ بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ حوالي ست سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة كما شدد المبعوث الأممي على أنه يتم بدل جهود مكثفة لدعم الأطراف الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة كانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قد أقلعت من صنعاء في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية ضمن إطار الهدنة وفي الثاني من أبريل دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين ويشمل الاتفاق السماح برحلات ذكارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016 ألغت فرنسا إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل اعتبارا من اليوم يأتي القرار لإنهاء القدر الرئيس المرتبطة بالوباء في الأماكن العامة ويؤكد أن القلق الصحي والسياسي الناتج عن كورونا قد تراجع بعد أكثر من عامين على بدء انتشار كوفيد في أوروبا أمر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ آن باستنفار الجيش لترتيب إمداد الصيدليات بالأدوية وسط انتشار فيروس كورونا يأتي ذلك بعد أن أبلغت كوريا الشمالية لأول مرة منذ بداية الوباء عن وجود إصابات بفيروس كورونا لكن لم يتم تقديم بيانات دقيقة حول عدد المرضى رغم تفعيلها نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة لإبطاء انتشار الفيروس بين المواطنين غير الملقحين سجلت كوريا الشمالية عددا كبيرا من الإصابات يومية وفي محاولة للسيطرة على الوباء عقد المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم اجتماعا تشاوريا طارئا مرة أخرى لمناقشة إجراءات السيطرة على الأوبئة وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية خلال الاجتماع أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن عدم رضاه على عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرا طارئا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوفيرها في الوقت المناسب وأمرا لجميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار اليوم ولتحقيق الاستقرار الفوري لإمدادات الأدوية في مدينة بيونغ يانج أمر زعيم كوريا الشمالية بالاستعانة بالقدرات العالية في المجال الطبي العسكري للجيش الشعبي كما زار كيم الصيدليات في العاصمة لتفقد توريد وبيع الأدوية وللتحقق من نوع الأدوية التي تم توفيرها مشيرا إلى أن معظم الصيدليات في حالة سيئة وتقدم الخدمة دون ارتداء الملابس البيضاء المناسبة وفي غياب لقاحات مضادة للفيروس وفي ظل عدم القدرة على إجراء فحوص على نطاق واسع يحذر الخبراء من أن كوريا الشمالية ستلاقي صعوبة كبيرة في التصدي لتفش واسع للفيروس أهلا بكم من جديد أكد رئيس مجلس سأل وزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا التنائية في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية وذلك بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكية إلى مصر والذي يضم نحو أربعين شركة أمريكية وأوضح مدبولي أن الحكومة أصدرت مؤخرا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والدكاء الاصطناعية مؤكدا دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء مصابقة 30 ألف معلم نتيجة لو نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مصابقة 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المصابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة وأوضحت الوزراء أن العمل جار على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين دوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم التقديم في المصابقة إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهمة لدعم الشراكة مع القطاع الخاصة وشركاء التنمية في مجال المناخة جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالتاقة الخضراء خلال زيارته لمصر وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكية في مجال تغير المناخ أشهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال حضوره لقاء مع مسؤول الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين وخلال اللقاء أشهد شاكر بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الأمريكية في مشروعات القطاع على أرض مصر أكدت وزيرة التعاون الدولي رمي المشاط التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية جاء ذلك خلال لقائها مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ شهد اللقاء مواصلة للمشاورات على مستوى التعاون مع البنك في ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 والمباحثات الجارية بشأن مشروعات التعاون الإنمائي بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركتها في منتدى أعمال طريق إلى كوب 27 الذي يتنظمه الجمعيات المصرية البريطانية للأعمال بلندن خلال الفترة من 17 إلى 20 من مايو الجاري المنتدى الذي يشارك فيه وفد وزاري مصري ينعقد على مدار أربعة أيام يتخلله لقاءات بمسؤولين للجانبين وممثل شركات إنجليزية ورجال أعمال لاستكشاف في سبل دفع السياسات المناخية من خلال مناقشة فرص استثمار القطاع الخاص البريطاني بالمشاريع الخضراء وتعزيز التحول الأخضر في مصر أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرأي والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي وأكدت الوزارة أنه تم خلال العام المالي الحالي تسلم سبعة محطات لخدمة أربعمائة وثمانية واربعين ألف فدان في محافظات كفر الشيخ والفيوم وقنى والبحيرة وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي برفع كفاءة عمليات المعالجة وتدوير المخلفات بمصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وخلال جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة للمصنع أكد شعراوي أن الحكومة تعامل على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين قام وزير طيران المدني محمد منار بجولة تفقدية موسعة بمطار سفينكس الدولي لمتابعة المراحل النهائية في تنفيذ مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستعبية لتصل إلى مليون ومئتي ألف راكب سنويا وخلال الجولة تابع وزير طيران المدني أعمال تطوير والإنشاء التي يتم تنفيذها بالمطار والتي وصلت إلى مراحلها النهائية وتشمل توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مربع بدلا من 3600 متر مربع وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون المشارك مع إحدى شركات بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجات وفي إطار هذا البروتوكول تقوم الشركة بدعم مؤسسة حياة كريمة بمليار جنيه يتم تخصصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة كافة القطعات مثل قطعات الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشركات التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية انطلقت بمحافظة قناء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة يأتي ذلك ضمن مبادرة أيمن أحلى نحن نستهدف طبعا إدارة فرشوت كلها دخلة في قرى حياة كريمة قرى حياة كريمة بدعم من سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي وتحت رعاية محافظ إنا أشرف الداودي ورعاية الدكتور راجي تودروس وكيل الوزارة بإنا صراحنا عملنا خطة وعملنا مستهدف لنا بإذن الله أننا في خلال ثلاث أيام المفروض بإذن الله سنحققنا أكثر من ألف حالة تنظيم الأسرة بشتى كل وسائل تنظيم الأسرة متوفرة عندنا كلها أعلن جهاز تنمية البحيرات والثروة السماكية البدء في تطوير مفارقات السماكية بأسوان لتصل إلى 40 مليون زريعة العام القادم وشار الجهاز إلى أن الإنتاج من الزريعة سيصل خلال عامين إلى حوالي 80 مليون زريعة وسيسهم في زيادة المخزون السماكي ببحيرة السد العالي نحن نارضا موجودين في محافظة أسوان لإفتتاح موسم الصيد في أسوان والمرور على المفرخات والتأكد من تطويرها بعد البرتكول اللي تم مع الكوات المسلحة في هذا المجال وطبعا إحنا في توقف الصيد كانت معاونة كوات حرس الحدود وكوات المسلطحات المائية لإخزيالة المخزون السامكة أثناء فاضحة الصيد تبقى لتوجهات صيد رئيس الجمهورية بدعم بحيث صد العالي بالمفرخات وتطوير المفرخات وتأهلها كان فيه اتفاق بيننا وبين الشركة المؤولات الوطنية للكوات المسلحة لفحص المفرخات المصرية في جرف حسين وتوشكا وسحاري وعادة تأهلها فكنا في خلال عدة زيارات في الأشهر الماضية وقفنا على كل المتطلبات الخاصة بتطوير هذه المفرخات اقتصاديا سجلت تحولات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.18% وأعلن المركزي أن التحولات سجلت خلال الفترة التراكمية من يوليو 2021 إلى مارس 2022 ارتفاعا بمعدل 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو مليارين و700 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها نحو 29.4% وأشار الجهاز إلى زيادة قيمة الصدرات بنسبة 41% حيث بلغت نحو 4.120 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 مقابل 2.920 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق كما أشار الجهاز إلى زيادة قيمة الوردات بنسبة 1.2% حيث بلغت نحو 6.820 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 مقابل 6.740 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات تنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مصارات التنمية الأفريقية ودعم الجهود الإقليمية بالقرة لإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية بافتتاح فعليات منطقة الأعمال المصري الرواندي والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقا لرؤية مصر 2030 نهاية النشوة وهذا تذكير بأبرز العنوية الرئيس السيسي يوجهه التكامل الجهودي وخطط الدولة لتعزيز الأن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بوتين يقول أن ترشح السويد وفنلندا العضوية الناتو لا يهدد روسيا لكنه سيتفعها للرد تواصل عمليات الفرز بالانتخابات النيابية في لبنان ووزير الداخلية يتوقع تأخر إعلان النتائج النهائية شاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء